حياكم الله تقرير الخارجية الأمريكية عن وضع حقوق الإنسان في الجزائر وقف على مجموعة من الانتهاكات والتجاوزات ووجه انتقادات للسلطات الجزائرية بخصوص تعاطيها مع ملف حقوق الإنسان الخارجية الأمريكية سجلت أن أعوص مشاكل حقوق الإنسان التي لا تزال مستمرة في الجزائر تتعلق بالتضييق على حرية التجمع وإنشاء الجمعيات ومنع تنظيم المظاهرات وتحدث التقرير عن استمرار حالات للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة وغير الإنسانية واستشهد بتقرير لمنظمة العفو الدولية أوردت فيه أن السلطات الجزائرية استغلت مراكز اعتقال غير معترف بها واجه فيها معتقلون مخاطر التعذيب والمعاملة المسيئة تقرير الخارجية الأمريكية عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر انتقد رفض السلطات الجزائرية تعاون مع الجمعيات الحقوقية الدولية والمحلية بخصوص مراقبة السجون العسكرية ومراكز اعتقال أخرى كما أورد التقرير أن المعطيات الإحصائية المسجلة في السجون الجزائرية لا ترقى إلى المعايير الدولية المطلوبة وأشار التقرير إلى نقص الشفافية في التدبير الحكومي للشأن العام خاصة في مجال الصفقات العمومية وخص قطاع السكنة بانتقادات حادة حيث أكد أنه من أكثر القطاعات التي تعرف استشراء ظاهرة الرشوة كما سجلت الخارجية الأمريكية في تقريرها نقص الشفافية في الحياة العامة وانتقد التقرير عدم إلزام القانون الجزائري كبارا موظفي الدولة بالتصريح بممتلكاتهم وكذا إعفاء البرلمانيين من المتابعة القضائية استنادا إلى الحصانة البرلمانية وفيما يخص احترام الحريات المدنية أكد التقرير أن الحكومة الجزائرية تضيق على حرية الرأي والتعبير في الممارسة اليومية من خلال تلفيق ملفات قضائية يتهم فيها أشخاص بالقذف وكذا من خلال ممارسة ضغوط على الناشرين والصحفيين كما يقول التقرير انتقادات الخارجية الأمريكية شملت أيضا منع التجمعات العمومية في العاصمة الجزائر كما سجل أن السلطات الجزائرية تماطل في منح التراخيص للأحزاب السياسية والمنظمات المدنية بتنظيم تجمعات داخلية وتؤخرها حتى عشية التجمع كما سجل التقرير أن فنادق العاصمة الجزائر ترفض كراء فضاءاتها للأحزاب والجمعيات من أجل تنظيم لقاءات فيها من دون التوفر على رخصة مكتوبة من السلطات ووقف التقرير أيضا عند الظروف المعيشية الصعبة لساكنة المخيمات في تندوف على التراب الجزائري ورصد الخصاص الكبير المسجل في الخدمات الأساسية كالتربية والأمن وغيرها